ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه كل سنة وانتو طيبين النهاردة 13 رمضان وانا ابتديت ازهق شوية من المسلسلات يعني بصراحة بصراحة مسلسل نعمل افوكاتو كان بادئ حلوة قوي من اول يوم رمضان وانا حاسة ان المسلسل ده هيبقى قنبلة هيعوض غياب محمد رمضان فعلا المسلسل كان بادئ حلوة جدا احداثه سريعة 15 حلقة بقى في عاملين يجروا في الاحداث وكده بس شوية شوية ابتديت اكتشف حاجات فيه تدايقني بغض النظر عن ان فعلا انا شايف ان مية وعمر في الدور ده هي طورت من نفسها ويعني غير كل الادوار اللي عملتهم قبل كده فعلا الدور ده هي تشتغلت على نفسها فيه ما ننكرش حاجة زي دي خالص بس ابتدى يبقى فيه مط في الاحداث زيادة عن اللازم هنا بقيت ببقى قعدة زهقانة اللي هو انا كنت الاول ما بزهقش خالص من المسلسل لأ ابتديتها بقى قعدة زهقانة جدا حاسة ان هما بيمطوا في الاحداث زيادة عن اللازم قوي وبعدين كمان عندنا مية وعمر ممكن تتكلم اربع دقايق كلام هو مالوش لازم ان هو يتقال بكره جدا المشاهد لو انت بتتفرجوا على المستثلة هتكونوا فاهميني اللي بتقعد الناس قدامها وتفضل تخطب بجد هي بتفضل تخطب مش بتتكلم كلام عادي وتقول مواعز وحكم ما خلاص كفاية مش كل حلقة هيحصل لنا كده كل حلقة تخالي ناس قاعدين سواء الناس دول حبيبها فهما بيبقوا قاعدين ويسمعوها ويتأثروا معاليا بتقولوا بتفضل تدي حكم ومواعز سخيفة جدا كمان الاعداءها يعني صلاح وصارة جوزها وامراته التانية بيقعدوا قدامها هما كمان وتفضل تخطب فيهم وتقول مواعز وحكم وتكون بتهزقهم طب هما سكتين ليه ماشي الخضة في الاول الخضة ليها هيبتها ومش عارف ايه بس بس يعني خلاص بقى كفاية سكوت اكيد مش هتبقى كل ناس بتقعد قدامها زي التلامزة كده الموضوع في شوية افورة مدايقاني قوي كمان في مشهد انا عايز افهمه غير مبرر بالمرة انا احكي لكم وانتوا فهموني او حكموا بنفسكم دلوقتي جوزها كان بعت لها الراجل اللي فوق ده علشان يقتلها وهي بطريقة ما ما نعرفش هي ايه مع انها كانت نايمة الراجل ده لما دخل عليها القوضة هي شفناها بقى كتفته ما جابوا لناش التفاصيل والموام شفناها المشهد اللي فوق ده انها جايباها على الكرسي كده في بيت صلاح وصارق اللي هو جوزها ومراته التانية ده كان المشهد بالزبط وعلى الناحية التانية بقى من القوضة كانت مخبية اهلها دول بما فيهم اكرم اللي كان عيد ميلاده النهار المفروض ان في المشهد ده بقى كانت بتضايق جوزها جدا يعني شايفين نظرة الحزن في عينيه كانوا قافين كلهم يغنوا سانة حلوة يا جميل بصوت واطي كده ورتم بطيء علشان يخوفوه وانا مش فاهمة ايه نظرة الحزن والقهرة اللي في عينيه وبعدين ده كان عيد ميلاد اكرم جاي طفي الشمع قدت له استنى انت يا اكرم انا اللي هطفي الشمع وبعد كده كان في عينيها نظرة انتصار رهيبة انا هموت وافهم ايه اللي ده احمد عز وايه نظرة الانتصار اللي هتيجي في عينيها دي دلوقتي قد يبدو ان المشهد عده بسرعة وان هو مش طويل بس هو فعلا طويل جدا ومستفز جدا جدا عايزة مبارر درامي للي بيحصل ده ليه كل الخطابات اللي بتقعد تقولها وايه المشهد العجيب ده لأ ونهاية حلقة النهار ده بقى مستفزة اكتر يعني هي خطفت صلاح بال14 مليون جنيه بتوعه اللي هو اكسبهم من قضية الوقف بتاعت البيت وحبسته في مخزن سوري وحطت ال14 مليون جنيه على ترابيزة لو انا مش بحرق الاحداث يعني اعملوا سكيب للحتة دي وجابت بنزين وده لقيته عليهم ولعت كبريت فطبعا هو عمالي قلها لا ما تعمليش كده ما تعمليش كده هنشوف بقى هي هتعمل ده بكرة ولا لا بس اعتقد ان هي فعلا هتولع فيهم لو ولعت فيهم خلينا نفترض ان هي هتولع فيهم بتولعي فيهم ليه ايه المثالية ازديادة عن اللزوم دي انتي كده كده ليكي عنده 8 مليون جنيه يا ستي انتي قلت ان انا نهايتي معها موته هيموت هبقى ارملة ما تورسيه ليه تحرقي 14 مليون جنيه اديهم لناس تستهلهم انتي عايز تحرقي قلبه هادي الطريقة الوحيدة يعني لا انا محبطة المسلسل كان بدأ حلو بافورته اللي كانت في الاول كان ماشي حلو رغم كل ده لكن مؤخرا بقى الافورة بقت الدبل يعني لا مش هنعرف نستحمل اكتر من كده هو حرفيا كويس ان هو حلقتين وهيخلص حلقتين اه في مسلسلات كتير نجحة رمضان السنة دي وكلها مكسرة دونيا ما فيش مشكلة ابدا بس حسنا ان ما فيش حد عمل اللي كان بيعمله محمد رمضان يعني كنت متوقعة نعمل افوكاتو هيعمل الضجة دي هو ناجح بلا شك زي ما قلتلكم كل المسلسلات اللي اتعرضت ناجحة مش كلها قوي يعني بس معظمها ناجح ولكن مش حسنا في حد عمل البوم بتاعة محمد رمضان ومحمد سامي في مسلسلات كتير قوي اتكلمنا عنها في الحلقات القبل كده او في الفيديوهات القبل كده فمش هنعيد الكلام المسلسل امير العوامري هينزل في رمضان وحرفيا قبل رمضان بكم يوم اعلنوا ان المسلسل اتأجل وانه مش هينزل السيزن ده ولكن والله العظيم عنده حق لان في مسلسلات كتير قوي احنا مش لاحقين نشوفها العدد بيبقى كبير واليوم قصير وفي كل فينا واحد بيشتغل فبنلحقش نشوف كل المسلسلات دي بنشوف بس الفرقع شوية او كل واحد بيحب نجمة معين بيتابع المسلسل بتاعه فوالله عنده حق اعتقد ان هاني سلامة رغم ان هوا نجم كبير طبعا وكل اللي معانه جوم كبار ومعامي ريهان حسين ومعانه ناس كتير جدا بس اعتقد ان المسلسل لو كان نزل ما كانش هيتشاف بالشكل اللي يستحقه سوميل خشاب عامل المسلسل انا ما سمعتش ان حد تكلم عنه بالخير ولا بالشر هو فعلا نزل ولا لسه منزلش يعني انا ما سمعتش عنه حرفيا هو لو نزل فدي كارسة لو منزلش اه تمام هو لسه منزلش فما حدش بيتكلم عنه الفنان محمد رياض عامل مسلسل اسمه قلع الحجر شخصية سعودية بعد شخصيته في الضوء الشارد ما حدش يتكلم عنه هو ما تشافش اصلا مع انه هو نجم كبير والنجوم اللي معاه في المسلسل كبار ولكن بسبب ان في رمضان بتبقى الدنيا زحمة جدا الاعمال الكويسة ما بتشافش كويس شفت المسلسلات اللي انت قلتولي عليها وممكن ابقى اعملكم فيديو واحكي لكم عن بعد 15 يوم من رمضان ايه الحاجات اللي فعلا كويسة والحاجات اللي بدأت كويسة وبقت وحشة والحاجات اللي هي وحشة من الاول اساس